هنوح للكرة الطائرة وكان عندنا رجال مباراة مهمة مع سموحة الكرة الطائرة زي ما قلت لحضراتكم لسه رجال وسيدان متحطوش في اختبار مهم ولكن الأداء حتى الآن أداء كويسة احنا كنا بلاقب سموحة في اسكندرية وكانت مباراة صعبة خاصة ان دي تاني فرقة زي ما قلت لحضراتكم بيقودها جهاز فني سابق نادي الزمالك وهو الكابتن طبعا أشرف اللي بيقود طبعا فريق نادي سموحة كابتن أشرف رشاد مدير الفن السابق لنادي الزمالك طبعا احنا مستر منزو يعني هو اللي بيقود نادي الأهلي النتيجة خلصت 3-06-24 نتيجة الشرط الأول وده يدل لأديكة المباراة قوية 26-24-25-20 ودعا كده الشرط الثالث فرق جامد جدا نادي أهلي 25-14 فريقنا طبعا حاليا ضمن الصعود للمرحلة الإقصائية أو البلاي أوف اللي هتتلاعب طبعا متصدر ترتيب مجموعة براسيت 27 نقطة بدون ولا هزيمة وفريق كبير عن أكبر ملاحقين نادي سبورتينج هو تاني بعد منه وبييجي براسيت 20 نقطة فريقنا هتتلاعب المطس الأخير من المجموعة قدام نادي سبورتينج وهيكون يوم السبت القادم بإذن الله زي ما قلتوا حضراتكم الاختبار الحقيقي لهذا الفريق هيكون أمام نادي الزمالك فيه بطولات سواء السوبر المصري أو السوبر أو الدوري المصري أو الكاس وأكيد طبعا بطولة أفريقيا لأنه بطولة أفريقيا هيكون على صالة نصات الأمير عبدالله الفصل ولكن يعني أنت في الأول والآخر أنت عندك أربع بطولات قوية حتى الآن أنت ما تحطتش في اختبار حقيقي ولكن الشواهد بتقول نحن ماشيين كويس طبعا هنحكم أو هنقول إيه طبعا الكلام مش دلوقتي خالص أتصور كمان شهرين هتبتدي الدنيا تظهر وتبان مع فريق الرجال الكرة الطائرة طيب خلينا نروح لبقى فريق السيدات للكرة الطائرة كان عندنا مباراة مهمة في دور الستاشر لكأس مصر مع الجياد طبعا زي ما حضرتكم عارفيني الكؤوس بتبقى يعني مباراتها تدريجية القوة يعني تبقى نوعا ما بتبتدي بضعيف شوية بعد كده بتشتد فيمكن مباراة الجياد وطبع الجياد فريق محترم أكيد وليه كل مننا الاحترام ولكن النادي الأهلي استطاع أن يفوز على فريق جياد 3-0 في دور الستاشر وصعد إلى ربع انهائي أو دور التمانية في بطولة كأس مصر طيب أشوات جات إزاي؟ 25-11 25-21 و25-28 وكان ماتش ده كانت لعب أول مباراة حلاصات أبو الهول في اسكندرية ده اللي هو ملعب الجياد وحاول كابتن إبراهيم أنه يشرك أكبر قدر من اللعيبة استعدادنا للماتشات اللي جاي وبكده هنلعب في دور التمانية مع نادي سبورتينج يعني لقاء مهم جاي بدري في 20 فبراير في اسكندرية برضو فريقنا طبعا مركز في البطولات بيقود الفريق طبعا إبراهيم فخر الدين أو كابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني الحقيقة يعني جهاز جديد ويعني بيحاول يعني يعمل حاجة أفرع الفرقة ما شفناش ليه ظهور كبير أو كابتن إبراهيم فخر الدين أو ما تكلمش بشكل كبير وعايز نتيجه اللي تتكلم عنه طبعا كابتن إبراهيم فخر الدين مش محتاج طبعا إحنا نشرح ونزيد درجة الأسطورة كبيرة في الكرة الطائرة سواء رجال أو سيدات إن شاء الله فريقنا بفكركم أو فريق السيدات للكرة الطائرة هو حامل لقب الدوري السنة اللي فاتت ولكن احنا ما توفقناش في الكاس نتمنى السنة دي إن شاء الله أفريقيا والدوري والكاس لهذا الفريق كل التوفيق أكيد لفرقنا